الكتاب المقدس جزء كبير منه كتاب النبوات والنبوات أحبائي مش مجرد نبوات عابرة لكن إلها أهمية كبيرة وبالواقع النبوات خلت فلاسفة وحكماء أشخاص اللي كانوا ضد الدين المسيحي لما حققوا في هذه النبوات أخيرا اعتنقوا الديانة المسيحية وآمنوا بالمسيح يسوع بسبب كثرة النبوات اللي بتتكلم عن يسوع المسيح الشخص الفاذ العجيب الفريد هذه النبوات أحبائي نبوات لا حصر لها أكثر من 300 نبوة بتتكلم عن يسوع المسيح عادة عن النبوات الكثيرة اللي بتتكلم عن ممالك وشعوب كثيرة في الشرق الأوسط تتكلم عن بدايتها وقيامها وانتهاءها بالتفصيل وبالتدقيق أيضا هذا اندل على شيء بالدل أنه الله ساهر على كلمته ليجريها فمهم جدا أنه ننظر في موضوع النبوات أول شيء لازم نلاحظ في موضوع النبوات أنه الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس في التاريخ أيضا وفي الماضي الحاضر والمستقبل وأيضا على الأحداث التاريخية فهو له السيادة يحرك كل شيء بحسب ما شئته وبحسب قراته شيء تاني من اكتشف من النبوات أن الله هو إله نظام وليس إله تشويش فالتاريخ يسير بخطة محكمة منسجمة لخيرنا ومنفعتنا فخطة الله رائعة وجميلة جدا فهو إله النظام وهو إله التاريخ كما أنه التاريخ إله بداية رح يكون إله نهاية فالرب ساهر على كل شيء أن الأحداث يتم بتطقيق وتفصيل كثير جدا أيضا أحبائي نستنتج من النبوات أنه الله هو يعني مش مسئله السيادة هو بيعرف البداية من النهاية ويعرف كل شيء سواء الأحداث التاريخية والأمور اللي بتحدث في حياة البشر فعنده خطة وعنده خطة رائعة وهذا بيقولني للشيء الثالث أن التاريخ ويخطط الله سواء من قبل الأزل هو خطة واحدة فداء الإنسان فداء الجنس البشري مكتوب عن يسوع المسيح أنكم مفتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلعيب دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم فإذن خطة الفداء كانت في فكر الله منذ الأزل وأن التاريخ بيصير في خطة إلهية شيء رابع وأنا عاوز تنتبه لهذا الموضوع جدا النبوات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس هي نبوات محددة في أماكن محددة في ظروف محددة في توقيت محدد في نبوات محددة شيء ثاني هذه النبوات نبوات هادفة مش نبوات عشوائية بل هي مرتبة ومنظمة تسير بسير إلهي ومخطط إلهي شيء ثالث هذه النبوات ليست تخمين ولا تكهن ولا إن شاء الله لربما يصبح بتتكلم عن أشياء بتفاصيل دقيقة جدا يذهل منها العقل وهون إذا بنتكلم على مثلا نظرية الاحتمال يعني تصور أنه شخص بحط أوراق صغيرة بحجم فلسطين على علومتر وبعلم على ورقة يمكنك شيء علامة وبتحط عصابة على عينين هذا الشخص وبتقول لهذا الشخص من فضلك حاول تجد هذه الورقة إيه الاحتمال إنه يجد هذا الورقة فطبعا إذا بنتكلم عن الأعداد أو العددية إحنا نتكلم على أرقام خيالية بتفوق الوصف بتفوق إدراك الإنسان إنه تم حتى بعض النبوات في شخص واحد فما بالك مئات من النبوات هذا ندل على شيء بدل إنه الله هو اللي يتكلم بالنبوات الله اللي بيراقب سير أحداث هذه النبوات وأن الله لابد أن يتمم النبوات بل هذه النبوات تمت كثير من النبوات تمت في شخص المسيح يسوع وطبعا سوف تتم في المجيء الثاني وهذه النبوات لم تضاف في وقت لاحق مثلا في اقتباسات كثير من النبوات من سفر إشعياء فاكتشفوا مخطوطة إشعياء في قمران بعود تاريخها أكثر من 200 سنة نفس المخطوطة والكلام الموجود بين أيدينا اليوم باللغة الأصلية باللغة العبرية ومنكتشف أنه نفس الكلمات بهذه النبوات هي مسكورة حتى يومنا هذا هذه مغارة في قمران عند البحر الميت مغارة رقم أربعة اكتشفوا فيها مخطوطات كثيرة في أجرار بالواقع الحديث عن كيفية هذا الاكتشاف تعتبر معجزة بحد ذاتها فواضح أن هذه النبوات تمت بالتطقيق أنه ما نضفتش في وقت لاحق وبالنتيجة أنه هذه المخطوطات التي اكتشفت في قمران عند البحر الميت ترجمة نانسي قنقر